أولا مع الأسف الشديد أن الضحية هو الشعب السوري اليوم الضيفكم يقول أن أمريكا وروسيا اتفقتا على شيء أمريكا وروسيا ما علاقتهما بسوريا لماذا يقفون بجانب نظام قتل أكثر من 600 ألف من شعبه الكيل بمكيالين هذا هو سبب كل المشاكل التي تقع في هذه المنطقة اليوم رغم أن ضيفكم قال أن أمريكا وروسيا اتفقتا على شيء أنا أقول أن أمريكا وروسيا اتفقتا على محاولة تحييد تركيا من لعب دور في هذه المنطقة لكن هناك خلاف ما بين أمريكا وما بين روسيا أو أن هذا الاتفاق لم يأتي لصالح روسيا لأن روسيا بدأت تشعر أن هناك شيء من تقسيم سوريا وتقسيم سوريا هو ليس لصالح روسيا لأنها ستبقى منطقة قليلة للنظام في سوريا وروسيا هي تراهن على النظام بينما نجد نوع من الاتفاق ما بين السياسة الخارجية الروسية والتركية وربما هذا هو مدعاة للتقارب اليوم روسيا تطالب بوحدة الأراضي السورية والتركية أيضا السياسة الخارجية دائما كانت تطالب بوحدة الأراضي السورية لكن الاختلاف على مصير رئيس النظام الموجود اليوم في سوريا ترجمة نانسي قنقر